انه هو بيصلح ممكن يكون شايف انه هو ما كانش موفق في التشكيلة او في الشوت الاول انه هو يعني بيعدل عدل مراكز اللعيبة في الديا 56 لما رجع احمد فاتحي باك يمين ومعلول في مركزه ونزول جرالد ووليد سليمان كأوراق هجومية يعني انت مدرب شايف اننا البداية اللي بدأها ما كانتش موفقة وفي نفس الوقت حطيت بعض التغيرات نزلت قلبة المباراة نفس تقريبا مباراة الاسماعيلي برضو في الشوت الاول ما عملناش ولا محاولة صحيحة على المرمى في المباراة دي والمباراة بتاعت الاسماعيلي والشوت التاني دفعنا بالتغيرات نزلت قلبة المباراة زي وليد سليمان النهاردة وجرالدو صراحة جرالدو نزل عنده بيديك رتم بسرعة رهيبة جرالدو واحد من افضل الاجنحة في النادي الاهلي بشوف ان هو مظلوم تحديدا جرالدو جرالدو بيديك سرعة وبيديك مهارة وبيديك سرعة التحول من الحالة الدفعية للحالة الهجومية مهمة جدا لعب مهاري قوي يمكن كمان واحد من ابرز لعب في المباراة النهاردة واحد من ابرز اللاعبين الدباب ترجمة نانسي قنقر